أما الرسالة التي أريد أن أجيب على سؤالها في هذه الحلقة من الكويت ومن الأخت العزيزة الفاضلة أم زينب خلاصة ما جاء في رسالتها أم زينب هكذا تقول هؤلاء المعممون في الكويت ذبحون إذا ما تحدثنا عن ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة اليومية تقول إذا ما سألناه إذا ما تحدثنا إذا ما فتح أحد فمهو بهذا الموضوع ذبحون بتوقيفية الصلاة تقول ما هي هذه التوقفية ماذا أقول لأخت العزيزة الفاضلة أم زينب هؤلاء جهال أصحاب العمائم جهال 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 والوصف الذي جاء في سورة الجمعة عن الحمار الذي يحمل أسفارا ينطبق عليهم بالتمام والكمال هم يرددون هذا المصطلح من أن الصلاة توقفية وهم لا يعرفون دلالة ذلك ولا علم لهم بفقه الصلاة ولا دراية لهم بما جاء في أحاديث العترة الطاهرة معلومات جاهزة تقحمها حوزة النجف في تلك الأدمغة المتحجرة والمتعفنة لهؤلاء المعممين سأبين لك يا أم زينب ما المراد من توقيفية الصلاة أنا أيضا أقول بتوقيفية الصلاة بل إنني أعتقد بتوقيفية الدين وليست الصلاة فقط الصلاة توقيفية العبادات توقيفية الأحكام توقيفية الدين كله توقيفي ما المراد من التوقيفية المراد من التوقيفية أن حدودا للصلاة يجب علينا أن نلتزم بها ولا نتعداها وهذا الأمر يجري في الدين كله هذا هو المصحف الشريف إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة في وصف المؤمنين في وصف القريبين من محمد وآل محمد من هم؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هؤلاء هم الذين لهم البشار وبشر المؤمنين من هم؟ التائبون العابدون إلى أن تقول الآية الكريمة والحافظون لحدود الله الحافظون لحدود الله هم الذين لا يتجاوزون حدود الدين لأن الدين توقيفي له حدود ما جاء في سورة البقرة وفي الآية التاسعة والعشرين بعد المئتين بعد البسملة من هذه السورة في سياق الحديث عن الطلاق وأحكامه وما الطلاق إلا أنموذج هنا فيأتي هذا البيان الواضح تلك حدود الله فلا تعتدوها الدين له حدود يجب علينا أن نقف عند حدود الدين ولا نتعدى تلك الحدود بالضبط مثلما توضع علامة قف عند حدود الدول أو عند حدود المناطق العسكرية مثلا التي يمنع المدنيون المدنيون من أن يقتربوا منها قف المراد من توقيفية الصلاة من أن الصلاة لها حدود وعند تلك الحدود هناك علامة قف هذا هو المراد من توقيفية الصلاة ما هذا الحكم وهذا الوصف وهذه الحالة تجري مع الدين كله مع سائر العبادات مع سائر الأحكام حتى في المعاملات الأمر ليس مقتصرا على الصلاة أو على العبادات كل الأحكام الإلهية لها حدود لا يجوز لنا أن نتعدى تلك الحدود الدين توقيفي والعبادات توقيفية والمعاملات توقيفية وهك تلك حدود الله في كل شيء وفي كل جهة من جهات الدين تلك حدود الله يجب علينا أن نقف عندها هذا هو المراد من التوقيفية في الدين في العبادات في الأحكام الدين كله توقيفي الأمر ليس خاصا بالصلاة المراد من توقيفية الصلاة أن نلتزم بأحكامها أن لا نتجاوز أحكامها وحدودها التي بينت في جانب منها في آيات الكتاب الكريم وفي الجانب الأكبر منها في حديث العترة الطاهرة وحتى الذي بين في الكتاب الكريم هو بحاجة إلى شرح وبيان وتفسير بحسب بيعة الغدير لا بد أن نأخذ التفسير من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المراد من معنى التوقيفية يا أم زينب هذا هو المعنى الإجمالي حينما نقول بتوقيفية الصلاة إنه المعنى هو هو حينما يقال هذا البيت موقوف على كذا ما يصطلح عليه بالوقف أكان وقفا شرعيا أم كان وقفا عرفيا أم كان وقفا قانونيا يعني أن استعمال هذا البيت استعمال هذه البناية استعمال هذه الأرض له حدود لا يجوز لأي شخص أن يتجاوز حدود استعمال هذه الأرض إلا ضمن حدود الوقفية كما يقول الوقفية الصيغة التي وضعت فيها حدود الوقف حدود الاستعمال هذه هي التوقيفية ما يرتبط بصلواتنا المفروضة اليومية حينما يتحدث المعممون عرضنا عليكم الوائلي وغير الوائلي يقولون من أن الصلاة جاءتنا في نصوص محددة ثابتة لا نستطيع أن نتجاوزها ويصورون للناس أن نسخة عندنا ثبتت فيها تفاصيل الصلاة وهناك ملاحظة تحت هذه النسخة هذه الصلاة ولا يجوز لكم أن تفعلوا شيئا آخر لا يوجد مثل هذا الأمر حتى هذا الحديث الذي يرددونه ويرددونه وفقا للمذاق الناصبي صلوا بصلاتي هذا الحديث موجود عند السنة وعند شيعة بصيغ مختلفة بالنتيجة مضمون تلك الأحاديث أن نصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وهم يرددون هذا الكلام ولا يعلمون تفاصيل الموضوع صدقيني يا أم زينب هؤلاء جهال حتى لو كبرت عمائمهم أنا أسأل هذا السؤال وبإمكانك أن تسأل هؤلاء المعممين الأغبياء في الكويت الذين تتحدثين عنهم أنا لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن الذين تحدثت عنهم في رسالتك ذكرت بعض الأسماء لا أريد أن أشير إليها لست مهتما بالأسماء لأنني أتحدث عن الظاهرة هذه ظاهرة موجودة في كل واقعنا الشيعي حينما يحدثون الناس هؤلاء المعممون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله قال صلوا بصلاتي أنا أسألهم هل عندكم رواية حتى عند سنة واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواية واحدة كاملة فيها تفاصيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله مع ملاحظة من أن صلاة رسول الله هكذا وعليكم أن تصلوا بصلاته وليس هناك من إضافة أخرى هل عندكم رواية يا أيها الشيعة ويا أيها السنة ما عند السنة ولا عند الشيعة رواية هكذا لا شأن لنا بالسنة ولكنني أردت أن أقول لكم حتى السنة ما عندهم رواية هكذا من أن صلاة رسول الله بكل تفاصيلها ذكرت في رواية واحدة مع ملاحظة من أن أي إضافة على هذه الصلاة فإنها تخالف صلاة رسول الله السنة لا يملكون رواية كهذه ولا الشيعة يملكون رواية كهذه فحينما قال رسول الله صلوا بصلاة على الأقل بالنسبة لنا بالنسبة لنا الذين يتمسكون بمنهج الكتاب والعترة معنى أننا نصلي بصلاة رسول الله أننا نصلي بصلاة إمام زماننا بصلاة جميعا لأن الصورة النهائية للصلاة هي جامع مركب نركب الصورة من روايات كثيرة جدا نحن 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 ما عندنا رواية واحدة تقول إن الصلاة من أولها إلى آخرها هكذا عندنا روايات تحدثت عن تفاصيل الصلاة بشكل مجمل أما التفاصيل فهي منتشرة في مئات ومئات ومئات من الأحاديث أحاديث الصلاة وتفاصيلها وأحكامها تعد بالآلاف هؤلاء المعممون أغبياء ليس لهم من اطلاع على هذه الروايات ولا يعلمون ماذا ورد عن محمد وآل محمد في شأن الصلاة وتفاصيلها وأحكامها فهذا هو السؤال الأول حينما تلقلقون يا أيها الأغبياء من دون فهم من دون علم أكبرت عمائمكم أم صغرت قبح الله وجواكم أي جهل هذا هل عندكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيها صلاة رسول الله من أولها إلى آخرها بألفاظها وحدودها وتفاصيلها حتى ولو بألفاظها فقط وهناك أمر وتوضيح في نهايتها من أن صلاة رسول الله هكذا ولا يجوز لكم أن تضيف شيئا عليها أو أن تحذف شيئا منها ما عندنا رواية كهذا إذا كان عندهم رواية هكذا فليبرزوها لنا دعيني أفترض أنهم أبرز لنا رواية هكذا ولا توجد رواية هكذا لكن دعيني أفترض افتراضا أنهم أبرز رواية هكذا فإنني سأسأل ماذا نصنع بآلاف الأحاديث في تفاصيل الصلاة هل هذه الأحاديث كلها كذب أم أنها لغو صدر من المعصومين ماذا نصنع بآلاف من الأحاديث في تفاصيل الصلاة في ألفاظها في أذكارها في أدعيتها في كل شؤونها ماذا نصنع بهذه الآلاف من الأحاديث حتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن الأحاديث التي تتناول البندوب والمسنون والمستحاب ماذا نفعل بالأحاديث التي تتناول الأمور الواجبة في الصلاة وقد كثرت وكثرت وكثرت فيها الأحاديث فأين التوقفية يا أيها المعممون الأغبية أين هي التوقفية التوقفية عند نهايات هذه الروايات هذه الروايات هي التي تمثل حدود الصلاة فذكر علي جاء في هذه الروايات ذكر علي هو داخل في هذه الحدود هو جزء من توقفية الصلاة ولكنكم أغبياء أغبياء رؤوسكم مشحونة بثقافة مراجع النجف الشافعية قلوبكم مدودة هذه الدودة التي تنبش في قلوبكم دودة السقيفة هذه الدودة التي تثير الإشكال على ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه إن كان في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد الوسطي والأخير تنبش تنبش هذه الدودة فيكم يا أيها المدودون فإذا ما وجهتم أنظاركم إلى الأذان والإقامة قلتم بعنوان عدم الجزئية وإذا ما توجهتم إلى التشهد الوسطي والأخير قلتم إذا كان جاهلا لا تبطل الصلاة ولكن إذا كان عالما وعامدا بذكرها تبطل صلاته سود الله وجوهكم ذكر علي إذا جاء بلسان جاهل في الصلاة لا يبطل الصلاة وذكر علي إذا جاء بلسان عالم قاصد لذكره تبطل صلاته قبحكم الله والله سود الله وجوهكم نذهب إلى صلاته نعم صلاته صلاته شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة روايات تقول من ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر عليا في صلاته عندكم عند سنة ايضا ما انتم تقولون نحن ابناء الدليل اينما ما لنميل الترسون بيوت الشيعا غولة من اولاد الحرام بدون دليل باصالة البراءة السلطون الفاسدين والسرسرية من حكام بغداد ومن وكلاء المرجعية على رؤوس الشيعة يسرقون اموالهم ويعبثون بنسائهم ويضحكون عليهم من دون دليل تضحكون على الشيعة وتقولون من انكم نواب صاحب الزمان وانتم لا تعرفون شيئا عن صاحب الزمان ولو تحدثتم عن صاحب الزمان فانكم جهال اغبياء لا تعرفون شيئا عنه تسرقون اموال الشيعة باسم الخمس من دون دليل فقط حينما يأتي الكلام عن ذكر علي تحتاجون الى دليل مع ان الادلة موجودة لماذا ما بحثتم عن دليل لما ملأتم بيوت الشيعة ممن لا يرزقون اولادا باولاد الحرام من التلقيح الصناعي لماذا ما بحثتم عن دليل لما تسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان لا تملكون رواية لا على ان تدفع الشيعة الاخماس اليكم ولا تملكون رواية تدل على ان تتصرفوا في هذه الاخماس شاوين الدليل شو ما بحثتم عن الادلة بس من يوصل الكلام الى ذكر امير المؤمنين صارت الصلاة توقيفية وتحتاجون الى ادلة شنو اقول لكم ما ادري على اي حال اعود الى كلامي فما عندنا رواية عن رسول الله تذكر لنا الفاظ صلاة رسول الله من اولها الى اخرها مع بيان من ان الصلاة تكون هكذا ولا يجوز لنا ان نضيف عليها شيئا على الاطلاق وفي تلك النسخة ليس هناك من ذكر لعلي عندكم هكذا روايت فهذه توقفيتكم يا ايها الاغبياء لا تعرفون معناها عندكم روايات تقول من ان رسول الله ما ذكر علي في صلاته انا لا اقول ان رسول الله ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير علنا امام الناس ما عندنا روايات تقول هذا لكن هل تملكون دليلا على انه ما ذكر علي سرا فمن اين جئتم اذا بما في كتاب عقائد الامامية الذي تجعلونه مصدرا اصليا لعقائد الشيعة ومحمد رضا المظفر وانتم تقولون بهذا ايضا لانكم تعتقدون بنفس عقائده من ان الامامة السجادة في سره كان يدعو لجيوش بني اميه من اين جئتم بهذا يا ايها الكذابون يا مراجع النجف من اين جئتم بهذه الاكاذيب انا اتساءل لا اقول من ان رسول الله ذكر علي في سره اقول لا نملك دليلا على انه لم يكن قد ذكر علي سرا في صلاته عندكم دليل ينفي هذا الامر ما انتم تعرفون سر الائمة مثل ما تفترون على الامام السجاد من انه كان يدعو في سره لجيوش بني اميه قبحكم الله وقبح وجوهكم عندكم روايات عن رسول الله تقول ان ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة عندكم روايات هكذا اذا من اين تقولون من ان ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة عندكم روايات عن الامة ذكرت لنا صيغة للصلاة من اولها الى اخرها وفي اخر الرواية يقول الامام الصادق هذه الصلاة التي يجب عليكم ان تؤدوها ولا يحق لكم ان تضيف شيئا فيها اطلاقا وما ذكر علي فيها عندكم رواية هكذا والله ما عندنا رواية هكذا عندكم روايات تصرح من ان الامة ما ذكروا علي في صلاتهم جئونا بهذه الروايات علنا او سرا عندكم روايات تقول عن الامة من ان ذكر علي في الصلاة في الصلاة يبطل الصلاة جئونا برواية هكذا اولاد الحلال ما هي التوقفية هي هذه التوقفية من حدودها انه ما عندنا نص يقول ان ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة هذه هي التوقفية وليس التي انتم تقولون بها توقيفيتكم شيطانية توقيفيتكم ناصبية قذرة كقذارتكم الناصبية عندكم روايات تجعل التشهد بصيغة واحدة ما نحن عندنا روايات تقول التشهد ليس واجبا وعندنا روايات تقول من ان الذي يذكر في التشهد ليس موقتا ليس محددا وعندنا روايات تقول من ان التشهد يقتصر على الشهادتين فقط على الشهادة الاولى والثانية وفاقا لابي حنيفة وعندنا روايات تقول من ان التشهد كهذا الذي انتم تتحدثون عنه وتقولون من ان الصيغة توقيفية من اين جئتم بهذه الصيغة التوقيفية هذه صيغة بلسان التقية موافقة للشوافع ولغيرهم عندنا نصوص وروايات يذكر فيها امير المؤمنين وهذه في الروايات التي ترتبط بشؤون الصلاة عندنا روايات عامة فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين ما هذه عامة تخص الصلاة وغير الصلاة وعندنا روايات خاصة بالصلاة وهذا كله ذكرته في الحلقات المتقدمة هذه التوقيفية من اين جئتم بها اذا كنتم تتحدثون عن ان الصلاة لها حدود ويجب علينا ان نقف عند حدود الصلاة وتلك الحدود تؤطرها وتشخصها لنا ايات الكتاب واحاديث العترة فهذا امر نحن متفقون عليه وامر بديهي جدا اما ان تقصدوا بالتوقيفية ان التشهد فقط هو هذا فهذا خلاف كتب مراجعكم عودوا الى المطولات الفقهية عودوا الى كتاب الجواهر وامثال كتاب الجواهر من المطولات الفقهية فانهم يتحدثون عن ان افراد التشهد المراد من افراد التشهد الصيغ المختلفة التي وردت في رواياتنا من ان افراد التشهد متعددة كلها واجبة ولكن بعنوان الواجب التخيير اذا ما اخترت صيغة فتلك الصيغة ستكون واجبة في صلاتك هذه فاذا اخترت الصيغة الف لصلاة الظهر فانها تعتبر واجبة لصلاة الظهر بكل تفاصيلها بكل تفاصيل تلك الصيغة واذا اخترت الصيغة باء وهي صيغة تختلف عن الصيغة الف لصلاة العصر وانت قد صليتها مباشرة بعد صلاة الظهر فان الصيغة باء تكون واجبة لصلاة العصر فلابد ان تأتي بها كاملة فافراد التشهد متعددة وهي داخلة تحت عنوان الوجوب اي وجوب الوجوب التخييري يجب عليك ان تختار صيغة من هذه الصيغ هذه صيغة مختصرة هذه صيغة متوسطة هذه صيغة مطولة هذا هو الذي يكتب في كتب مراجع الشيعة وجوامعهم الفقهية جهال انتم اغبياء لا انتم تعرفون احاديث السنة احاديث المخالفين ولا تعرفون احاديث الشيعة ولا تعرفون ماذا كتب في الكتب الفقهية لمراجع النجف ماذا تعرفون انتم جهال حمير اغبياء هذه هي الحقيقة من الاخر القرآن هكذا يقول الذي يحمل معلومات لا اقول علما من اين لكم بالعلم تحملون بعضا من المعلومات التي لا تفهمونها ولا تفقهونها حتى وفقا لمذاقي مراجعكم في النجف القرآن هكذا وصفكم من انكم حمير تحملون اسفارا هذا هو واقعكم القرآن هكذا وصفكم الله هكذا وصفكم لانكم لا تفقهون ما تتحدثون به لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك في ايراد هذه الاسئلة لكن ايضا انبهكم هذه الاسئلة باهتوهم بها باهتوهم اي اقيم الحجة عليهم ادهشوهم وحيروهم هؤلاء جهال لا يعلمون بهذه المعلومات التي اشرت اليها من ان روايات بهذه المضامي ليست موجودة عندنا في كتبنا تحدهم ان يأتوكم برواية وليأتوكم بمصدرها لا ان يأتوكم برواية على ورقة او على جهاز الموبايل انهم كذابون فلأجل ان يثبت ما يريدون يكذبون ويكذبون عليهم ان يأتوكم بالمصادر مثل ما اتيكم انا هنا بالمصادر واشخص لكم جهة الطبع وتاريخ الطبعة بكل التفاصيل التي اعتدتم ان ابينها لكم في برامج هذا هو الجزء الرابع من وسائل الشيعة والوسائل لشيخنا الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة المكتبة الاسلامية طهران ايران هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات الماضية هذا هو الجزء الرابع وهذه الصفحة 1262 الباب الثالث عشر الرواية الثانية نقلها عن الكاف الشريف لشيخنا الكليني بسنده عن الحلبي قال قال ابو عبد الله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة هذا هو معنى توقيفية الصلاة في الجهة اللفظية توقيفية الصلاة في احكامها في عدد ركوعها عدد ركعات الصلاة توقيفي لا نستطيع ان نضيف ركعات من عندنا عدد سجدات الصلاة توقيفي التوقيف موجود في كل احكام الصلاة وشؤونها حديثنا عن الالفاظ هنا فهذه حدود التوقيف والتوقيفية في الصلاة امامنا الصادق يقول كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وذكر علي هو ذكر الله وذكر علي هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر علي هو جزء لا يتجزأ من الصلاة بل هو جزء واجب فيها بل هو الجزء الأهم والأفضل والذي تتوقف صحة الصلاة ويتوقف قبول الصلاة على ذكره صلى الله وسلامه عليه القضية واضحة وجلية جدا إلا أن الأعمى الذي فقد نور البصيرة ونور الهداية هو الذي لا يبصر هذه الحقائق ولا يتلمس هذا الصدق رجاء نعرض لنا رشيد الحسيني في برنامجه فقه المصطفى على قناة الفرات الفضائي وهذه الأيام هذه الأيام مع ملاحظة أنه يقرأ صيغة التشهد ناقصة ربما لأنه أسرع في الحديث ليس مهما هذا لأنني أتحدث عن توقفية التشهد كما يقولون فلا بد أن يلتزم بكل ألفاظ الصيغة التي يجعلونها توقفية بجهلهم وضلالهم هو لا يقرأ الصيغة كاملة يقول لا إله إلا الله ثم ينتقل إلى الشهادة الثانية والصيغة التي يتحدثون عنها هم ليست هكذا هناك إضافة تضاف على لا إله إلا الله ليس مهما هذا قلت لربما كان مسرعا في اللفظ فتجاوز بقية الألفاظ الأخرى هذا البرنامج كان في اليوم الثالث عشر من شهر الشوال يعني في هذه الأيام ثلاثة الشوال ألف أربعمية وواحد واربعين يوم السبت ستة ستة الفين وعشرين إنما جئت برشيد الحسين هنا لا لأجل أنه تحدث عن الشهادة الثالثة إنما جئت به لأنه في الأجواء السيستانية في النجاف يقدمون رشيد الحسين في الخط الإعلامي الأمامي لهم وكذلك يقدمون شيخ محمد كنعان السيستانيون ما عندهم من المتحدثين أو من الخطباء أو من المفكرين مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية ينطلع بيهم ما عندهم واحد ينطلع بيه كلهم اخرطي يا هم اللي يطلعون يخرطي فهم بحسب ما هم يعتقدون من أن أحسن الذين يضعونهم في المقدمة رشيد الحسيني ومحمد كنعان فلذا سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه رشيد الحسيني عن الشهادة الثالثة وفيديو آخر يتحدث فيه محمد كنعان عن الشهادة الثالثة رجاء اعرضوا لنا فيديو رشيد الحسين أبو موسى الصلاة عند مشهور الفقهاء باطل يعني صلاة بطل إذا الإنسان أتى بها عمدا عند مشهور الفقهاء أنا ما جاء أتكلم فلان شنو يقول مشهور الفقهاء أن الشهادة الثالثة بولاية علي في أثناء الصلاة عمدا إذا الإنسان ذكرها صلاة باطلة أما إذا سهوا ما في إشكال إذا سهوا لا إشكال في ذلك وصلاة صحيح يبدو أن محمد رضى السستاني جار إذنه وإلا هو هذا أيضا رأي السستاني وعادة في برنامجه فقه المصطفى ينقل رأي السستاني ممجدا لرأيه هذه المرة يتحدث عن مشهور الفقهاء وفعلا وكما يقول مشهور الفقهاء فقهاء الشيعة بشكل عام يقولون إن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة وهذا من سوء حظهم لأن فقهاء الشيعة شوافع هم أتباع مدرسة النجف ومدرسة النجف مدرسة شافعية هي على المذهب الطوسي الطوسي رجل شافعي وهو الذي أسس هذه الحوزة هو شيخ الطائفة الشيعية الشافعية تلك هي الحقيقة من الآخر من دون رتوش ومن دون إضافات ولاحظتم هو قد قرأ صيغة التشهد ناقصة أليست هذه الصيغة توقفية لكنني سأمر على هذا الموضوع ربما أسرع في القراءة ولم يلتفت لكن الكلام القبيح في آخر حديثه إذا كان ذكر علي سهوى لا تبطل الصلاة وإذا كان بانتباه فإن الصلاة باطلة أي إساءة أدب مع أمير المؤمنين هذا أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك أترك التعليق إليكم لكنني سأعيد بث الفيديو مرة أخرى كي تتأكد بأنفسكم رجاء أعيد بث الفيديو أبو موسى يقول أنه أحنا فترة كنا نأتي بالتشهد الوسطي نقول أشهد أن علي ولي الله يعني هشك الحمد لله التشهد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن علي ولي الله تشهد يعني الشهادة الثالثة الشهادة بولاية أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه في الصلاة عند مشهور الفقهاء باطل يعني صلاة بطل إذا الإنسان أتى بها عمدا عند مشهور الفقهاء أنا ما جاء أتكلم فلان شن يقول مشهور الفقهاء أن الشهادة الثالثة بولاية علي في أثناء الصلاة عمدا إذا الإنسان ذكرها صلاة باطلة أما إذا سهوا ما في إشكال إذا سهوا لا إشكال في ذلك وصلاة صحيحة هذا أحد واجهات الإعلام السيستاني واجهة أخرى شيخ محمد كنعان سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه شيخ محمد كنعان في برنامج الدين والحياة على قناة كربلاء الفضائي سائل يسأل عن ذكر علي في التشهد في الصلاة لاحظوا طريقة جوابه إنه يصبح في حالة من الحيرة هو يعتقد كما يبدو بذكر علي في التشهد الوسط والأخير لكنه يجيب بطريقة تنم عن خوفه من جهة ما فهو يبعد المسؤولية عن نفسه بخصوص هذا الجواب ويقول للسائل ما تنتفع بقول أنا أنت التزم بقول الذي تقلده لاحظوا هذا الخوف الذي يسكن هؤلاء هذا رجل لبناني وقاضي شرعي لا أدري لما هذا الخوف يا شيخ محمد صحيح أنا سلختك قاطع الخفيف لأنك كذبت علي وتجاوزت علي فسلختك فسلختك سلخا خفيفا وأنا لا أريد هنا أن أسلخك لكنني أريد أن يأخذ المشاهدون العبرة منك ومن أمثالك لماذا كل هذا التلك أنت تتحدث عن علي الذي الذي يتحدث عن علي لو كان صادقا في علاقته مع علي فوالله فوالله إن الشجاعة ستخرج من جوانبه فما الذي دهاك يا شيخ محمد كنعان تتحدث بهذه الطريقة وبهذا التردد لماذا لماذا ما الذي يخيفك أنت تتحدث عن علي رجاء أعرض لنا هذا الفيديو إن كان أبو فلاح رأيي بالشهادة الثالثة بالتشاهد والتسجيل سؤال رأيي ماذا يفيدك إذا كانت المسألة مسألة رأيي بحث أنت ترجع فيها إلى من هو أعلم منك يعني الآن مش كل واحد قرأ الأحاديث خلص هذا فن لابد من قراءة القرآن بتماع لابد إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يفقه معارض كلامنا مضمون الحديث إذن في التصنيف من الأئمة لفقيه ولغير فقيه طيب ما هو دور الفقيه أن يرجع إليه غير الفقيه فبالتشهد والتسليم رأي ما بفيدك لكن هل هذا بيمنع أن يقول رأي لا بقول لك أنت بهذا بدك ترجع لمن تقلد لكن رأي ورد بعض الأحاديث أن التشهد لا يذكر بعض الفقه يقولون إن هذه الشهادة لا تضير في الصلاة شيئا بعض الفقه يقولون الدليل الذي ورد وهو روايتان على الأقل في سندها وهن أو في سندهما وهن وضعف أنا لا أفتي لمقلدين الفقيه لا أفتي لمقلدين بأنه يقولها ولا تؤثر على صلاته فالأحوط أن لا يقولها هون بترجع لمن تقلد لمن تقلد بعد استتمام شروط التقليل رأيي أنه ورد فيها روايات ذكر علي عليه السلام أي أمر في الصلاة في الصلاة إن كان قرآنا أو دعاء لا يبطل الصلاة كل قرآن ودعاء في الصلاة لا يبطلها إلا ما كان من المطولات يعني أنك تقرى بعد الحامد سورة البقرة اللي بيشوفك بيقول ما عم يصلي إلا عم يرتل القرآن يعني الأمور الطبية أما والله لو رفع رأسه من السجود فقال رب ارحمني خير الدعاء لا يبطل الصلاة بالنسبة لعلي عليه السلام قرنت شهادته دائما بالشهادة بالوحدانية لله ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسال والنبوه طيب ما كل شيء يحتاج إلى مقتضي ورفع مانع المقتضي في علي بدنا نبحث ساعة بدأت تبحث بأصل الحجية التي نشأ عليها الكون وهذا مقتضي لا ينازع فيه أحد وأين يكون المانع بعد ذلك إذا كان المقتضي بهذا الوضوء كلامي أنا مسؤول عنه فقط أنت ترجع إلى من تقلد كلامي إلي أنا مسؤول عنه فقط وما لك تقلدني لأني لست هناك بس سألتني وأجيبك ومن حقك أن أجيبك خلاص خلاص طيب يا أبو علي يا شيخ محمد إذا كان المقتضي قائما والمانع منصرفا معدوما ليس موجودا فلماذا هذا التردد هو أيضا حينما قرأ صيغة التشهد قرأها خطأ الخطأ هو هو لأن حوزة النجفي تقرأ التشهد خطأ ولذا الخطأ هو هو أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وسكن سكن لفظ الجلالة ثم قال وحده لا شريك له مر علينا في الفيديوات التي يقرؤون فيها صيغة التشهد خطأ ها هم عمائم النجف يقرؤون صيغة التشهد خطأ رشيد الحسين قرأ الصيغة التي يعدونها توقيفية ناقصة وهو يعلم الناس في برنامجه هذا وشيخ محمد كنعان قرأ صيغة التشهد خطأ وقف عند لفظ الجلالة وهذا لا يصح وقد تحدثت عن هذا الموضوع في البرامج السابقة أقرأ لكم رواية من وسائل الشيعة هذا هو الجزء الرابع من وسائل الشيعة صفحة ألف مية وسبعة الباب الثامن عشر الحديث الأول عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن تلتفت إلى هذه الرواية إمامنا الجواد ماذا يقول مستوى رجلان في حسب ودين مستوى يعني ما تساوية والحسب قد تطلق على الأخلاق وكرم النفس وقد تطلق على السمعة والنسب العالي بين الناس مستوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل من هو الإمام الجواد يبين لنا قاعدة قطعية فقد استعمل هذا التعبير قط يعني بشكل قطعي يعني من دون استثناءات هكذا يقول مستوى رجلان في حسب ودين قط من دون استثناء إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل من هو أدبهما الأفضل هو أدبهما أو آدبهما يعني الأكثر أدبا ليس المراد من الأدب هنا الأخلاق فإن الحسب هو الأخلاق مستوى رجلان في حسب ودين الحسب والدين الأخلاق ما بينهما الأدب هنا إنه أدب العربية إنها الفصاحة التي حدثتكم عنها في مواصفات مرجع التخليد بحسب فقه العترة لا بحسب فقه النجف الأخراق تلاحظون أن ثقافة أهل البيت تنسجم مع الطرح الذي قدم وتتعارض مطلقا مع طرح النجف ومع واقع مراجع النجف الذين يفتقرون إلى الأدب إلى الأدب بهذا المعنى إلى الفصاحة والبلاغ ما استوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل أدبهما أو أدبهما قال قلت جعلت في ذاك قد علمت فضله عند الناس في النادي والمجالس هذا الأدب في الحديث والفصاحة والبلاغة أنا أعرف يا ابن رسول الله فضله في النادي النادي الأماكن التي يجتمع فيها كثير من الناس يتبادلون الحديث والمجالس المجالس قد تكون مجالس علم قد تكون مجالس مؤانسة وطيب سمر المجالس قلت جعلت في ذاك قد علمت فضله فضل الأدب عند الناس في النادي والمجالس باعتبار أن هذه الأماكن يتحدث فيها المتحدثون وحينئذ يتميز الأديب عن غيره فهنا يظهر فضل الأدب فما فضله عند الله عز وجل فأنت يا ابن رسول الله تقول من أن الأفضل بين رجلين يتساويان في الحسب والدين هو الأبلغ الأفصح الأدب فما فضله عند الله عز وجل قال بقراءة القرآن كما أنزل مر الحديث عن الترتيل وما المراد من الترتيل في قراءة القرآن في الصلاة وغير الصلاة ومر الحديث عن ترتيل الصلاة وترتيل ألفاظها وجملها فما فضله عند الله عز وجل قال بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه الله عز وجل من حيث لا يلحن لا يلحن لا يأتي بخطأ نحوي لغوي إعرابي وذلك أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل لا يصعد إلى الله عز وجل هو لا يذهب مباشرة إلى العرش الروايات تقول من أن الدعاء الملحون لا يرتفع إلى العرش لا بد أن يصحح من قبل الملائكة بأمر من الإمام الحجة حتى يصعد الدعاء صحيحا قطعا هذا الذي يقرر استجابته أما الذي لا يقرر استجابته فإنه يوضع جانبا وربما يضرب به وجه الداعي مثلما يضرب وجه المصلي بصلاته قطعا الصلاة التي تخلو من ذكر علي مرت علينا الروايات فإن أكبر حدود الصلاة أن يعترف المصلي بذكر محمد وعلي في صلاته معترفا مثلما مرت علينا الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقد قرأتها عليكم أيضا في حلقة يوم أمس فالصلاة التي تخلو من ذكر علي كصلاة مراجعنا الكرام في النجف تجمعها الملائكة سوداء قبيحة وتصفع بها وجه المرجع الأعلى وجه مراجع النجف وتصفع بها وجوه الشيعة من مقلدهم من الذين يعتقدون أن ذكر علي يبطل الصلاة فهؤلاء لا يحسنون قراءة القرآن ولا يحسنون قراءة صلاتهم فضلا عن أن صلاتهم باطلة أساسا لأنهم لا يذكرون علي صلوات الله عليه وإذا بطلت الصلاة بطلت سائر العبادات وسائر الأعمال وذلك وذلك أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل فأنتم تصلون خلف أناس صلاتهم معيبة لغة لا تصعد إلى العرش تحتاج إلى تصحيح فهل يأذن الإمام الحجة بتصحيحها والله قضيتكم خرط كل خرط قضية خرط وأنتم استمعتم إلى شيخ محمد كنعان وهو لا يحسن قراءة التشهد وهو يريد أن يعلم المشاهدين كيف يقرؤون تشهده سأعيد لكم بث الفيديو لكنني أتمنى على المشاهد أن يدققوا في لغة الجسد لشيخ محمد كنعان ويدقق في طريقة عرضه للموضوع وفي طريقة إبعاد هذا الشيعي عن مسألة ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة لماذا هكذا تفعلون أي شيء في ذكر علي لماذا يا شيخ محمد كنعان هكذا تتردد وأنت تقول من أن المقتضي قائم وأن المانع معدوم منصرف ليس هناك من مانع وإني وأن كنت لا أوافقك بهذا الطرح الفلسفي ما يرتبط بالمقتضي والمانع لأن الذي حقق الاقتضاء في المقتضي وغيره هو شيء من تجليات حقيقة في غاية العلو يقال لها علي فعلي لا يقايس بقواعد الفلسفة وقواعد علم الكلام إلا إذا كان الأمر للتوضيح علي فوق كل ما جاءت به الفلسفة فلا يناسب أن نتحدث عن علي بهذه القواعد إلا لأجل التوضيح ومدارات العقول والتفهيم فلا محل لذكر المقتضي ولا محل لذكر المانعي ونحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم أي مقتضي وإي مانعين هذا علي علي رجاء أن أعيد بث الفيديو إن كان أبو فلاح رأيي بالشهادة الثالثة بالتشاهد والتسليم سؤال رأيي ماذا يفيدك إذا كانت المسألة مسألة تقريبية بحثي أنت ترجع فيها إلى من هو أعلم منك يعني الآن مش كل واحد قرأ الأحاديث خلص هذا فن لابد من قراءة القرآن بتماع لابد إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يفقه معارض كلامنا مضمون الحديث إذن في تصنيف من الأئم لفقيه ولغير فقيه طيب ما هو دور الفقيه أن يرجع إليه غير الفقيه فبالتشاهد والتسليم رأيي ما بفيدك لكن هل هذا بيمنع أن يقول رأيي لا بقول لك أنت بهذا بدك ترجع لمن تقلد لكن رأيي ورد بعض الأحاديث أن التشهد يذكر فيه الولاية لعلي ونص إمامنا الرضا صلوات الله وسلام على نص واضح أنه يقول الإنسان في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن علي النعم المولى بعض الفقهاء يقولون إن هذه الشهادة لا تضير في الصلاة شيئا بعض الفقهاء يقولون الدليل الذي ورد وهو روايتان على الأقل في سندها وهن أو في سندهما وهن وضعف أنا لا أفتي لمقلدين الفقه لا أفتي لمقلدين بأنه يقولها ولا تؤثر على صلاته فالأحوط أن لا يقول هون بترجع لمن تقلد لمن تقلد بعد استتمام شروط التقليل رأيي أنه ورد فيها روايات ذكر علي عليه السلام أي أمر في الصلاة في الصلاة إن كان قرآنا أو دعاء لا يبطل الصلاة كل قرآن ودعاء في الصلاة لا يبطلها إلا ما كان من المطولات يعني أنك تقرى بعد الحامد سورة البقرة اللي بيشوفك بيقول ما عما يصلي هذا عما يرتل القرآن يعني الأمور أما والله لو رفع رأسه من السجود فقال رب ارحمني خير الدعاء لا يبطلوا الصلاة بالنسبة لعلي عليه السلام قرنت شهادته دائما بالشهادة بالوحدانية لله ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسال والنبوه طيب ما كل شيء يحتاج إلى مقتضي ورفع مانع المقتضي في علي بدنا نبحث ساعة بدأت تبحث بأصل الحجية التي نشأ عليها الكون وهذا مقتضي لا ينازع فيه أحد وأين يكون المانع بعد ذلك إذا كان المقتضي بهذا الوضو كلامي أنا مسؤول عنه فقط أنت ترجع إلى من تقلد كلامي إلي أنا مسؤول عنه فقط وما لك تقلدني لأني لست هناك بس سألتني وأجيبك ومن حقك أن أجيبك خلاص خلاص طيب يا أبو علي الأسبوع المقبل اشهدوا لي عند الأمير يريد أن يبرع نفسه بأي طريقة من هذه الجريمة الكبيرة إنه يؤمن بصحة ذكر علي في الصلاة إنها جريمة عند السستاني وعند مراجع النجف لذلك يحاول أن يبرع نفسه من هذه الجريمة كي يجعل الأمر خاصا به وهو يوجه السائل ومن خلاله يوجه الكلام إلى المشاهدين وعبرهم إلى محمد رضا السستاني من أنه ما تطرق إلى هذا الموضوع إلا عرضا وجعل الأمر خاصا به وهنا أمر لا بد أن أشير إليه مقلدو السيد السستاني لا يجوز لهم أن يصل خلف شيخ محمد كنعان باعتبار أن صلاته باطلة بحسب فتوى السستاني فشيخ محمد كنعان يذكر عليا كما هو يقول في صلاته فصلاته باطلة فعلى مقلدي السستاني أن لا يصل خلف شيخ محمد كنعان لأن صلاته باطلة بحسب فتوى المرجع الأعلى السستاني نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي من الكويت تحياتي لها وللعائلة الكريمة كان في ودي أن يكون الجواب موسعا أكثر لكنني أريد أن أتحدث في موضوع أراه مهما على الأقل بالنسبة لي